أحبائي ما يعجبني في شخصية المسيح أنه مش مجرد أقوال بيتكلمها لكن فعلا أفعال تعرفوا هذا الموقف من يسوع المسيح مع المرأة الخاطئة حررها إلى الأبد كتير مرات أحبائي منفكر أقوال لكن شوف كيف المواقف كيف المسيح تعامل مع الأعمى فعلا تقدم للأعمى وأعطاء البصر والبصيرة شوف كيف المسيح تعامل مع الأبرس تحنن وتقدم ولمس الأبرس فتطهر الأبرس من برسه ولم يتنجس المسيح من برس الأبرس على النقيد الأبرس هو الذي شفيا وطهر من برسه وهكذا هذه المرأة التي أمسكت في ذات الفعل أين الرجل؟ وين العدالة؟ في ظلم ليه ما جابوش الرجل طب إذا مسكوا المرأة؟ ثم أحبائي ما هذا الرياء؟ يعني الغرض أنه جعلوا من هذه المرأة وقود حتى يغذوا نيران حقهم اللي عاوز أقول أحباء المسيح بيحرر من جوه لما الإنسان عنده حقد وعنده ضغينة وعنده كراهية بيعدش يشوف مشان يدافع عن العقيدة ومشان يدافع عن الدين مستعد إنه يعمل ما لا يعمل مستعد يظلوا يهاجم ليل النهار بدون ما ينظر إلى حالته ووضعيته الشخصية تتذكروا يسوع كان في إحدى قرى السامريين وتقابل مع امرأة سامرية وفي عداوة بين اليهود والسامريين والسامرية يعني ابتلأت تجادل بالدين لأنه أكيد عم تخفي يعني ماضي أليم وبتخفي خطيئة في حياتها فالمسيح طبعا اتعامل معها لكن بحنية وفعلا كشف أسرارها لأنه كانت اتزوجت خمس رجال والشخص السادس اللي كانت عايش معاه كانت عايش معاه بالحرام فإذن المسيح حررها وآمنت ورجعت للرب يسوع المسيح المسيح كان معزوم في بيت فريسي وفي هذا البيت جاءت امرأة خاطئة بحسب نظر المجتمع وقفت وراءه وابتدأت الدموع تنهمر وتنزل على قدمي المسيح ابتدأت تمسح قدمي المسيح بشعرها وابتدأت تسكب الطيب على قدمي المسيح الرجل المتدين الفريسي قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة إنها خاطئة فعلم يسوع فكر الفريسي وفعلا تعامل مع هذه الخاطئة وقال غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا من يحب قليلا يغفر له قليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة